أما أنت فمن الظالمين كل شرطي كل دركي كل قاضي كل عضو مخابرات يمارس الظلم ضد الشعب يمارس الحقرة يمارس التعذيب يسجن الناس هو من الظالمين وويل للظالمين ويل لهم في الدنيا والآخرة ويل للظالمين يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا في حديث قدس شهير لا تظالموا الظلم ظلمات والساكتين على الظلم مشاركين فيه خاصة الذين يصعدون يصعدون إلى المنابر ويخطبون في الناس ولا يتحدثون عن الظلم والظالمين بل أنه أحيانا يتوسع في التهجم على الناس وعلى الفساد وعلى الشعب ولا يقول كلمة عن من في يده السلطة وفي يده الشرطة وفي يده المخابرات وفي يده القضاء لأنهم يخشون على مناصبهم كأئمة أو كمدرسين أو 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 الساكتين على الظلم أيضا لا يقلون ظلما عن الظالمين خاصة للمسؤولية تاحهم هو التحذير من الظلم والظالمين وهو عدم الركوع وعدم الخضوع وعدم تحت أي ظرف كان وتحت أي تبرير كان للظالمين اللهم لا تجعلنا منهم واللهم بصرنا وبصر هؤلاء الساكتين عن الحق فأصبحوا شياطين خرص أو هؤلاء المساهمين أو المشاركين في الظلم بصرهم فيبتعدون عن هؤلاء السفهاء الذين أضعفوا البلاد وهلكوا العباد